بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الصناعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا إن شاء الله النهاردة نشتغل اتصالات شعبة إلكترونيات عايزيني يا أولاد نعرف في البداية أن دي الحلقة الأولى في الاتصالات نعرف يعني إيه اتصالات يبقى إحنا بداية لازم نتعرف على المنهج اللي إحنا هندرسه علشان نعرف إحنا بندرسه كمان ليه وإيه الاستفادة من دراسة منهج الاتصالات الاتصالات الإلكترونية هي عبارة عن إيه إحنا هندرس فيها نشوف إزاي بتم عملية الاتصال وإيه الدوائر اللي أنا ممكن نستخدمها في الاتصالات وإيه هي مجموعة العناصر اللي تفيدني في عملية الاتصال وإيه العيوب اللي أنا أقدر أتلافها في كل عنصر من العناصر دي علشان لما أشتغل بدايرة معينة الدايرة تديني كل الإمكانيات وتحقق الهدف اللي أنا عايزاه في الدايرة دي سواء إن أنا عايزة أشارب تردد معين عايزة شكل الإشارة يكون وصل لمرحلة إيه إيه اللي أنا هطلبه من الإشارة دي علشان أنا أقدر أحققه أولا تعالوا بينهم نتعرف يعني إيه اتصال اتصال يعني إيه اتصال مش معناه إن أنا بس أتكلم في التليفوني بأتصال تليفوني لا الاتصال دو بيكون فيه حاجات كتير جدا زي التليفزيون ده اتصال الراديو يعتبر نظام من أنظمة الاتصالات يعني إيه اتصال الاتصال يبقى رعا اتصال طرفين الطرفين دول هيكون ما بينهم مرسل وهيكون ما بينهم مستقبل يبقى الاتصال هو عبارة عن اتصال طرفين الطرفين دول واحد منهم مرسل والتاني مستقبل طيب ما بين الإرسال والاستقبال هيكون في إيه هيكون في الوسط الناقل للإشارة يبقى أنا كمرسل أول ما أنا هجي أتكلم يبقى أنا كده مرسل الإشارة بتاعتي ديت هيحصل فيها بعض التغيرات علشان يتم إرسال من المنطقة دي أو من النقطة دي إلى نقطة تانية النقطة التانية ديت هتكون هي نظام الاستقبال يبقى الاتصال هو عبارة عن اتصال طرفين طرفين ظلمين مرسل ومستقبل وما بين الطرفين الوسط الناقل للاتصال طيب الوسط الناقل للاتصال ده عبارة عن إيه عبارة عن المكان المحيطبية أو الأسير اللي هو عبارة عن لا سلكي أو ممكن يكون الاتصال دوت يكون إيه يكون سلكي يكون سلكي يعني الإشارة بتاعتي دي هتمر عن طريق الأسلاك يبقى أولا الاتصال خلاص عرفنا أنه هو اتصال طرفين خلاص وبينهم وسطنا بعد كده مقدمة عن أساسيات الاتصال بداية إزاي إحنا بدأنا الاتصالات طبعا كان في العصر القديم كان عملية الاتصال بتتم إزاي كانت بتتم بطرق طبعا غير تكنولوجية اللي هي الطرق التقليدية القديمة اللي كلنا سمعنا عنها اللي هي زي اتصال الحمام الزاجل وكلام ده خلاص بعد كده بقى لما ابتدوا يخترعوا العناصر الإلكترونية ويبتدوا يعرفوا يعني اتصال بدأوا أول حاجة اتصال التلغراف الاتصال بالإيه بالتلغراف ده شكل التلغراف لأن مش كلكم ممكن يكون عارف يعني إيه تلغراف يبقى دي صورة التلغراف يبقى نظم الاتصالات كانت بداية في القرن الكام في القرن السامن وعشر بداية أنهما عارفوا يعني إيه تلغراف وهنشوف التلغراف دوات إزاي الإشارة بتشغله أو هو بياخد مني البيانات والمعلومات سواء عندي كانت صورة او بيانات هو ازاي هينقلها وازاي احنا هتترجم عندي المستقبل بالطريقة الايه المناسبة بحيث ان الاشارة دية لما تدخل تكون بتحمل عندي تفاصيل البيانات اللي ايه اللي تم ارسالها عندي بعد ما عملوا التلغراف ابتدوا ان هما يعرفوا يعني ايه ايه التليفون يبقى تم اكتشاف او التليفون طيب ازاي بقى ابتدوا ان هما يطوروا في الحاجات دي من تلغراف لتليفون لحاجات تانية كتير هنشوفها كان الفضل في الكلام ده اللي هو اختراع الايه السمامات المفرغة السمامات الايه المفرغة ايه هي السمامات المفرغة السمامات المفرغة دي اللي هي الانبوبة الزجاجية اللي قدامكم دي تشبه كده شوية للمبة الزجاج خلاص السمامات المفرغة دي كانت بتعمل ايه كانت بتكبر اشارة الصوت يبقى أنا عندي إنه هم أول ما عرفوا يعني إيه سمامه اللي هو بيقوم بتكبير الإشارة الصوتية هيكبر الإشارة الصوتية ليه؟ علشان يقدر ينقلها من مكان إلى مكان آخر بعيد يعني أنا علشان الصوت بتاعي صوت مخافض التردد أنا مقدرش إن أنا أتصل بحد وصوتي ما يكونش في عملية تكبير يبقى عملية التكبير دي علشان يتم نقلها من مكان لمكان آخر بعيد يبقى أول مرحلة عندنا عرفناها اللي هي التلغراف وبعد كده التليفون كان نتيجة الاكتشاف السمامات بعد كده عندنا بتادوا يعرفوا إن أنا عندي الاتصال هيكون اتصال ممكن يكون عن طريق الأسلاك تمام اللي هو مسافات بعيدة بعد كده ظهرت الاتصال الراديو يعني اتصال الراديو اللي هو تتم عملية الاتصال بس الراديو دوت صورة إيه لاسلكية يعني إيه لاسلكية يعني بدون استخدام السلك بدون استخدام إيه السلك يبقى أنا عندي زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا دي فيه عندي الترف اللي يعني هنا هو دوت مرسل وبعد المرسل هنلاقي هوائي اللي هو هيعمل إيه هيقوم بيبعث للإشارة بعد كده بالنحية التانية هيكون المستقبل المستقبل برضو لازم يكون فيه هوائي علشان يبدأ يستقبل الإشارة اللي جاي ما بين هنا المرسل المستقبل ده الوسط الايه؟ الناقل الوسط الناقل اللي هو عندي نوة لاسلكي بدون أسلاك وطبعا بيتم عمليات احنا هنقولها زي عمليات التعديل اللي احنا هنتكلم عنها بعد شوي بعد كده كان الفضل بقى في اكتشاف أشباه المواصلات وإحنا عارفين إيه هي أشباه المواصلات وكلمنا عنها في مادة الحلقة اللي فاتت في مادة الإيه؟ في مادة الخامات لإن احنا قلنا ان احنا هندرس الخامات علشان بنستخدمها في صناعة الايه؟ الدولة اللي بترنيه عندي أشباه الاتصال أشباه المواصلات عبارة عن ايه؟ إن المادة اللي هتصنع منها العناصر دي هي مادة شبه مواصلة هي أصلها مادة ايه؟ عزلة وتم تحولها إلى مادة شبه مواصلة إزاي طيب لو قلنا حد فاكر إزاي قلنا إن أنا أحولها المادة من عزلة إلى مادة شبه مواصلة هحولها عن طريق إن أنا هضيف لها إيه؟ متعيمات لو حد ذاكر حلقة الخامات الأولانية اللي إحنا قلنا فيها إيه هي أهمية صناعة العناصر الإلكترونية هستخدم فيها إيه؟ الخامات بتاعتها بعد كده ما عمل أعرفه اللي هي أشباه المواصلات تدوي استخدمها في صناعات كتير للعناصر الإلكترونية زي إيه؟ زي عندي نهوت بعد أشباه المواصلات عرفه يعني إيه؟ ترانزيستور يعني إيه؟ ترانزيستور وهنستخدم الترانزيستور في إيه؟ وإيه الإفادة اللي هتدفها؟ الترانزيستور هستخدمه في عملية التكبير طيب طب ما إحنا كنا قلنا إن هم عرفوا السمامات والصمام بيقوم برضه بنفس إيه؟ بنفس عملية التكبير طب ليه أستخدم بقى الترانزيستور؟ آه هستخدم الترانزيستور أكيد كان فيه مشكلة في السمامات علشان كده عرفوا يجيبوا حاجة تانية أو يطوروا من عملية الصناعة وبدل السمام يعرفوا يعني إيه ترانزيستور لأن السمام يا أولاد كانت فيه مشكلة أنه هو كان حجمه كبير شوية وكان بيسخن بسهولة يعني بيسخن بسرعة وطبعا السخونة في العناصر دي ممكن تقدل أتلف الأجهزة إيه في فترة زمنية صغيرة يبقى عرفنا بعد كده إيه الترانزيستور بعد الترانزيستور عملوا إيه عملوا الدوائر المتكاملة الدوائر المتكاملة اللي احنا بنسميها ال-IC وهو ده الشكل إيه الشكل بتاع الدائرة المتكاملة اللي هو ده يبقى احنا هنا أشبه المواصلات تمام بعد كده الترانزيستور بعدها ال-IC أو الدائرة الإيه المتكاملة عندي بعد كده ابتدوا يعرفوا يطوروا من الصناعات دي ويعملوا الإيه الأقمار الصناعية وهنشوف بعد كده إزاي الأقمار الصناعية دي بتشتغل وإزاي هي بتستقبل إشارة وبترجع ترسلها تاني يبقى أنا عندي الأمر الصناعي إزاي هيستقبل وإزاي هيقوم بعملية الإيه الإرسال مرة تاني بعد ما عملوا الأقمار الصناعية عملوا إيه تاني الألياف خلاص الألياف إيه الضوئية الألياف الضوئية اللي هي الأسلاك اللي هي شبه مديقع زي ما انتوا شايفينها كده بعد كده بعد الألياف الضوئية عملوا اختراع اللي هو إيه الحاسب الحاسب وبعد كده الإنترنت طبعا دي كانت التفرة اللي وصلنا ليها للمحل دي دلوقتي اللي هي الإيه الإنترنت يبقى إحنا كده دلوقتي قلنا يعني اتصال يا أولاد بداية تعني كلمة اتصال اللي هي ها هتتم نقل الإشارة من طرفين يبقى من إيه اتصال بين طرفين أحد الطرفين إيه أحدهما المرسل والطرف الآخر الطرف الآخر اللي هو المستقبل يبقى الاتصال تعني كلمة اتصال اتصال طرفين ما بين اللي هما المرسل ومين والمستقبل تمام الإشارة هتمشي ما بين الإيه هتتنقل من الطرف الأول للطرف الآخر طب ليه أنا هبعمل من المرسل لمستقبل لأن أنا عايزة أحقق الهدف الأساسي بتاعي اللي هو إيه اللي هو نقل البيانات والمعلومات أنا عايزة أنقل بيانات ومعلومات إزاي يعني أنا عايزة أتصل أعرف أكلم حد مثلا في مكان بعيد عايزة أشوف حاجة في التلفزيون عايزة مثلا أسمع الراتيو كل دي اتصالات كل دي ايه اتصالات بعد كده قلنا مراحل الاتصال قلنا المراحل اللي مري بها كان ايه بدايتها كان التلغراف كان عبارة عن الايه التلغراف تمام طب نتيجة بقى للتطور اللي حاصل دوت نتيجة التلغراف والتليفون واختراع اللي هو الأقمر الصناعية والحاجات اللي بتحصل في البس وعنشان كده اخترعوا بعد كده الحاسب وبعد الحاسب عرفنا لإيه الانترنت كل دوت عمل طفرة في عملية الاتصال وأصبحت كل العالم دلوقتي احنا بنشوف البس مباشر فيه من جميع دول الإيه من جميع دول العالم فأصبحت طبعا الكون بالنسبة لنا بقى قرية صغيرة أقدر أنقل صوت أقدر أنقل صورة أقدر أنقل أي بيانات في نفس الإيه الوقت تمام فعندي نهوة التفرة ديت بقتنقل كل البيانات والإيه والمعلومات طيب ايه هي وظائف نظم الاتصالات عندي اول وظيفة عندي في وظائف نظم الاتصالات أنا عندي لازم نظام الاتصال يحقق لحاجة اللي هي تصنيف ومعالجة البيانات أنا عندي البيانات بالنسبة لي البيانات الصوت بتاعي دوت هو مش بيوصل مباشر هو مش بيوصل ايه مباشر لان انا لو اتكلمت هنا انا عايزة اكلم حد في مكان تاني مش في المكان المحيطبية ده مش في القوضة دي مثلا يبقى انا عايزة اكلمه مثلا وليكن في مثلا محافظة تاني هو انا الصوت بتاعي لما اتكلمه مهما على الليد صوتي هو هيقدر صوتي يسمعه من هناك لا طبعا يبقى انا الصوت بتاعي انا بعمله عمليات ايه بعمله عمليات تعديل ولا معالجة علشان يقدر ايه يوصل ليه لان انا مهما صوتي ارتفع انا صوتي هو صوت ايه منخفض التردد صوتي عبارة عن ايه اشارة بس منخفضة ايه التردد وعلشان تمشي في حواليه او تتنقل عن طريق الاسلاك انا بعمل لها عمليات ايه معالجة يبقى اول حاجة وظائف نظم الاتصالات هي ايه تصنيف ومعالجة البيانات قبل عملية الارسال انا علشان ارسلها لازم قبل ما ترسل بعمل لها ايه معالجة يا ترى هو انا اللي بعمل عملية المعالجة دي لأ انت ما بتعمليش معالجة انا لما باجي اتكلم مثلا اوليكم في الموبايل اللي بيحصل انا بتكلم في الموبايل صوتي بيدخل على المايك صوتي بيدخل على ايه المايك اللي في الموبايل دوت هيقوم بعملية ايه هيقوم بعملية تحويل الصوت بتاعدة لاشارة كهربية يبقى انا كده عملت عملية ايه عملت عملية معالجة يبقى تصنيف ومعالجة البيانات قبل ما يتم إرسالها يبقى قبل ما تدخل على مرحلة الإرسال نقول ثاني يبقى أنا صوتي أول مرحلة هيقبلها هيقبل إيه? هيقبل المايك اللي هو الميكروفون الميكروفون عمل إيه؟ الميكروفون عمل إيه أولاد؟ الميكروفون بدأ ياخد الصوت بتاعي ويعمل له عملية إيه؟ تحويل إلى إشارة كهربية يبقى هو يحولوا لي إلى إشارة إيه؟ كهربية عرفنا أول حاجة يبقى تصنيف ومعالجة البانت قبل عملية الإرسال لازم نركز في كلمة إيه قبل عملية الإرسال تاني حاجة عند الاستقبال بقى يبقى خلاص أنا كده خلاص اتكلمت أو بعت صورة أو بعت صوت أي أن كان اللي احنا بنعمله سواء كلام في التليفون المايك يبقى لو أنا هتكلم في التليفون خلاص عرفنا المايك طيب بعد كده أنا عندي هيتم عند الاستقبال إيه خلاص الحاجة ده هيتم إرسالها اتبعتت ومشت بقى عبر سواء كان هتتنقل عبر الأسير لوالها الجو المحيط بينا أو كان مثلا تليفون أرضي يبقى الصوت بتاعي فين يبقى الصوت بتاعي اتنقل عن طريق الكابلات أو الأسلاك طيب وصل للشخص الآخر أو الطرف الآخر اللي أنا اتصلت به إلا هيحصل هيبتدي هو يستقبل الإشارة هيستقبلها كده؟ لا ده هو كده الإشارة ريحله إشارة كهربائية هو هيسمع صوت إزاي؟ يبقى آه يبقى فيه حاجة بتحصل أثناء عملية الاستقبال علشان يتم استقبال بيحصل إيه؟ بيحصل إن بيتم تحول بقى الإشارة الكهربية اللي وصلت دي بتتحول مرة تاني بتتحول لصوت بتتحول لإيه؟ لصوت ده إذا كان الموضوع كلام في التليفون تمام؟ بعد كده أنا عندي نهوة أنا عندي نهوة يا أولاد عملنا عملية اتصال خلاص وفيه إرسال وفيه استقبال بعد كده هوت هيتم فكة إيه؟ الشفرة فكة الشفرة دي معناها إيه؟ معناها إن أنا عندي كشفت الإشارة الكهربية دات علشان أرجع الصوت بتاعي للحالة الأصلية بتاعته يبقى أنا كده عرفت وظائف نظم الاتصالات عندي تالت حاجة إيه؟ تالت حاجة هيتم تخزين الإشارة وترجمتها يعني إيه ترجمتها؟ أنا عندي فيه إشارة تماثلية خلاص إشارة تماثلية لإشارة المعلومات الإشارة دي ممكن تكون إيه الإشارة تماثلية؟ الإشارة المماثلة الإشارة المماثلة دي ممكن تكون صوت وصورة يبقى هو رجع للإشارة لحقيقتها رجع للإشارة لإيه؟ لحقيقة الإشارة الكهربية دات هي أخدت كل تفاصيل الصوت بتاعي أو أخدت كل تفاصيل الصورة وتم نقلها خلاص أنا بعد ما تم نقلها أنا عايزة أكشفها تاني علشان أقدر أسمع الصوت بنفس التفاصيل أو أشوف الصورة بنفس التفاصيل يبقى الإشارة الكهربائية بتحمل نفس تفاصيل إشارة المعلومات دي سواء صوت أو صورة بعد كده عندنا مخطط عام لنظام الاتصالات إيه هو المخطط العام للنظام الاتصالات اول حاجة عندنا مصدر المعلومات مصدر الايه المعلومات عندي مصدر المعلومات عندي المرسل والقناة والمستقبل وفي عملياتها تتم قبل المعلومة ما تظهر لو عملية ايه تعديل وضع الشفرة وكمان الضوضاء وفك الشفرة نبتدي اول حاجة اللي هي ايه مصدر المعلومات ايه هو المعلومات احنا اتفقنا وقلنا ان المعلومات دي مصدر المعلومات دي ممكن تكون ايه ممكن تكون صورة او بيانات او معلومات سواء صوت صورة بيانات اللي هي المعلومات بتضم كله بيتم ايه بيتم عملية تحويل الى تغيرات كهربية يبقى المعلومات دي قبل الارسال هيتم تحويلها الى ايه الى تغيرات كهربية بصورة بصورة تماثلية او رقمية يعني ايه بصورة تماثلية او رقمية بصورة تماثلية اللي هي علشان الصورة بتاعت تظهر فيه مثلا في التلفزيون يبقى لازم تبقى صورة ايه تماثلية طب اما ايه رقمية الرقمية دي اللي هي لو انا عندي بستخدم جهاز الكمبيوتر ان احنا عارفين ان جهاز الكمبيوتر ده ما بيعرفش او يفهم اي حاجة غير حاجة واحدة بس اللي هي ايه الاشارة الرقمية اللي هي الزير والواحد يبقى انا عندي لو انا بشوف فيديو او اي حاجة او بكتب حاجة الجهاز هياخد الاشارة دي ولازم تتحول قبل ما تدخله الى ايه الى اشارة من تماثلية تدخله وتبقى رقمية اللي هي السفر والواحد اللي هي سفر وايه واحد بعد كده بيتم ارسال اشارة دي عبر الاسلاك لازم تتبعت عبر الايه الاسلاك ممكن لو انا عندي حاجة لاسلكية خلاص بدون سلكي بقى تتم ارسالها ايه لاسلكية قال لي لا قال لي ممكن كمان ان انا عندي المحادثة دي لو انا هرسل حالة ارسال اكتر من رسالة اكتر من محادثة على الخط الواحد ممكن يحصل اكتر من محادثة على الخط الايه الواحد او ان انا اعمل نظام اتصالات لاسلكية اللي لازم يحصل قال لازم يتم عملية تعديل في المرسل تعديل في الايه في مرحلة الارسال لازم يتم عملية التعديل في مرحلة الايه؟ في مرحلة المرسل طيب عندنا احنا عادينا نقول هنعدل او هيتم عملية التعديل طيب التعديل دوت هيتم ازاي؟ التعديل ليه تلات طرق ليه تلات ايه؟ تلات طرق عندي تعديل اتساعي عندي تعديل ترددي عندي تعديل في زوية الايه؟ الوجه يبقى لما يجي يقول لي يعني ايه؟ طرق التعديل او اسكري طرق التعديل طرق التعديل ايه؟ تلاتة ايه هما؟ تعديل التساعي تعديل ترددي تعديل في زاوية الوجه تعديل في زاوية الايه يا أولاد؟ الوجه جزء التعديل دو احنا هنشرحه ان شاء الله في الحلقات الجاية بالتفصيل وهنبدأ كمان نفهم كويس لان انت عندك في سنة تالتة شغل كتير جدا هيكون في مادة الاتصالات ومادة النظم هتدرسي فيهم ايه؟ كيف يتم التعديل سواء التساعي او ترددي او زاوية ايه وجه وعشان كده لازم نعرف التعديل الاتساعي ما من اسمه تعديل الاتساعي يعني بيقوم بعملية ايه؟ تعديل في الاتساع خلاص؟ حسب التساع الموجه الايه الجاي وعندي برضو نفس الحكاية التعديل الايه الترددي هيعدل فيه التردد وتعديل زاوية الوجه هيقوم بالتعديل في زاوية الايه الوجه بعد كده احنا قلنا كده خلاص المعلومات اللي هو مصدر الأساسي لإيه؟ لإرسال المعلومة يبقى احنا كده المخطط بتاعنا بتاع نظم الاتصالات أول حاجة عندنا المعلومات وده مصدر المعلومات وعرفنا إيه في المعلومات عرفنا إن المعلومات ممكن تكون إما صوت أو صورة أو بيانات يبقى المعلومات إيه يا أولاد؟ لو قال لي 3 نقاط المعلومات تحتوي على إيه؟ أو ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون صوت أو صورة أو بيانات طيب انا عندي المرسل في المرسل بيتم ايه هيتم ارسال المعلومات في المرسل بيتم خلاص انا كده هوت هبعد بقى المعلومات اللي هي الصوت والصورة بتاعتي دي خلاص بس انا ينفع اعمل الارسال الاول عدل ولا ابعد بدون تعديل يبقى لازم قبل عملية الارسال بيحصل ايه لازم يتم عملية تعديل الاشارة او تحويل الاشارة حولها الى ايه الى من صورة صوت او بيانات او صورة لازم تتحول الى اشارة كهربية يبقى انا عندي المرسل ده ما بياخدش اي حاجة بياخد ايه هو عايز ياخد الدخل بتاعه يكون اشارة كهربية عايز الدخل بتاعه يكون اشارة ايه كهربية طيب في حالة الإرسال بقى اللا سلكي أنا عندي الشكل ده بيوضح عملية الإرسال للا سلكي أهو شايفين أهو من هنا كده الجزء ده ده هنا هوة الإرسال وهنا الهواء بتاع هواء الإرسال اللي هيبسل الإشارة هنا هوة ده إيه ده المكان أو إيه الوسط النقل اللي احنا بنقول عليه عندي ده هوائي هوائي إيه كمان ده هوائي استقبال ليه لأن أنا عندي المرحلة دي هي مرحلة الاستقبال هي مرحلة الايه الاستقبال لازم قبل عندي ما يتم بس الإشارة أو إرسالها لازم يكون تم عملية التعديل لازم يكون تم عملية الايه التعديل طيب عندي ضوضاء قناة الإرسال يعني ايه ضوضاء قناة الإرسال بنقول لأن أنا عندي عندي إجراء عملية الاتصال لو أنا هقوم بعملية اتصال أو أنقل معلومات إيه اللي بيحصل لما أنا هبتدي أنقل معلومات المعلومات دي هتتنقل عبر إيه هتتنقل عبر أسلاك تمام أي أن كانت بقى الأسلاك ممكن أسلاك نحاسية أو ألياف ضوئية على حسب نوع الإيه نوع السلك أو الوسط اللي هيتم فيه عملية الإيه النقل تمام أنا لما بانقل لو فيه حالة نقل القناة التلفزيون لو أنا هنقل قناة تلفزيونية يعني إيه نقل قناة تلفزيونية إن أنا بعمل نقل نطاق تردد معين أنا عايزة نطاق معين هو اللي يتم نقله طيب النطاق دوت في أثناء عملية النقل مش هو هيتنقل عبر أسلاك سواء أسلاك عادية أو ألياف ضوئية ممكن يحصل ضوضاء ناتجة من إيه؟ ناتجة من السلك ده ليه ميس هو السلك بيعمل ضوضاء؟ آه السلك بيعمل ضوضاء إزاي السلك هيعمل ضوضاء عن طريق حركة الإلكترونات الداخلية حركة الإلكترونات الداخلية يبقى أنا كده دي اسمها إيه؟ ضوضاء قناة الإرسال ضوضاء قناة الإرسال ما أنا هرسل هنا نقل نطاق تردد معين عايزة أبعط نطاق تردد معين تمام؟ طيب يعني هنا هوت الإشارة بتاعة المرسلة هتتعرض لبعض أنواع الخلل أو التشويه طيب التشويه في الإشارة ده ممكن يعمل إيه؟ ممكن يؤدي إلى ضعف الإشارة يبقى التشويه ممكن يؤدي إلى ضعف إيه؟ الإشارة طيب ضعف الإشارة ده هيعمل إيه؟ ممكن ضعف الإشارة يخليني أنا مقدرش أصلا أستقبلها ممكن يخليني مش قادرة أستقبل إيه؟ الإشارة دي يبقى الضوضاء الناتجة عن طريق الأسلاك خلاص؟ الأسلاك دي فيها حركة إلكترونات زي ما أنتم عارفين يا أولاد وخدتوا الجزء دوت في الخامات وخدناه برضو في سنة إيه؟ خدتوا في الهندسة الكهربية في سنة أولى يبقى إحنا عارفنا دلوقتي أن الأسلاك نتيجة حركة الإلكترونات علشان في إشارة بتمر ممكن يحصل خلل في الإشارة أو تشويه التشويه ده بيؤدي إلى إيه؟ التشويه دوت ممكن يؤدي إلى ضعف الإشارة وممكن عندي معرفش إيه؟ معرفش استقبالها طيب أنا عندي الأسلاك بس هي اللي هتعمل لي دوضاء طب ممكن يحصل دوضاء من حاجة تاني؟ آه ممكن يحصل من حاجة تاني من إيه؟ يبقى ده اسمها دوضاء داخلية دي اسمها دوضاء إيه؟ داخلية يبقى الدوضاء الداخلية اللي حصلت من السلك دي ممكن تحصل من السلك أو ممكن تحصل من إيه؟ من بعض العناصر اللي بيكون في بعض دواير الإرسال والاستقبال طيب فيه ضوضاء تانية ممكن تحصل آه فيه ضوضاء خارجية ضوضاء ايه خارجية الضوضاء الخارجية دي اللي احنا بنقول عليها ضوضاء طبيعية ضوضاء ايه طبيعية بتكون ناتجة من الوسط المحيط بيك يعني مثلا فيه عندي بعض الأشعة مثلا الأشعة الشمسية الأشعة الكونية فيه مثلا رياح شديدة الكلام ده كله هيأثر على عملية الايه الاستقبال تمام يبدأ اسمه ايه ضوضاء قناة الارسال او الضوضاء اللي هتحصل اللي بعد كده ممكن في الايه في الاستقبال وانا مقدرش استقبال طيب الضوضاء يعني ايه يا ولاد الضوضاء عندي هي عبارة عن ايه عبارة عن طاقة غير مرغوب فيها طبعا حد شفينا بيحب الضوضاء يبقى الضوضاء تعرفها هي طاقة غير مرغوب فيها طيب الطاقة الغير مرغوب فيها دي ما لها بتصاحب خطوط الارسال بتصاحب خطوط الارسال المختلفة سواء بقى سلك معين على حسب انواع الايه السلك يبقى انا كده قلنا الضوضاء عبارة عن ايه يجي السؤال يقول مثلا عرفي الضوضاء عرفي الايه الضوضاء الضوضاء هي ايه هي طاقة غير مرغوب فيها تصاحب خطوط الارسل المختلف طيب الضوضاء دي حركتها منتظمة لا طبعا حركتها مالها عشوائية يبقى الضوضاء حركتها بتكون ذاتة حركة عشوائية طيب انا متنبقة بالضوضاء دي يعني انا فعلا عارفة ان فيه ضوضاء هتحصل لا انا معرفش ان فيه ضوضاء هتحصل لان انا عندي ممكن يكون السلك دوات فيه انواع سلك ما فيهاش ضوضاء او ضوضاء فيها تكاد لا تسكن مطلح زهار وفيه انواع سلك ممكن بعد فترة السلك دوات يتأثر وفعلا يعمل لي عملية ايه تشويه في الاشارة او ضعف في الايه في الاشارة يخليني انا مش عارفة اقوم ب metadata بعملية الاستقبال طيب يبقى احنا قلنا النسبة لنا اول حاجة قلناها لإيه قلنا المعلومات تمام المعلومات عبارة عن يا صوت يا صورة يا بيانات برافو فيه طلبة عارفة وبتجاوب معاي يبقى المعلومات عبارة عن إيه صوت وصورة وبيانات بعد المعلومات فيه عندي المرسل المرسل يا ولد بياخد الإشارة كده على طول من المعلومات لا لازم يكون حصل لها عملية إيه حصل لها عملية تحويل يبقى المرسل لشرط عشان ياخد مني الإشارة مرسل لشرط عشان ياخد الإيه الإشارة إيه بقى الشرط بتاع إن لازم الإشارة دي حصل لها عملية تحويل يعني إيه يعني المرسل خد الإشارة ما خدش صوت على طول لأ هو خده عبارة عن إشارة إيه إشارة كهربية بعد المرسل بعد المرسل فيه المستقبل المستقبل دوت بيعتمد على إيه لازم المستقبل هيعتمد على نوع نظام الإرسال يعني المستقبل بيعتمد على النظام الإرسال اللي إيه اللي متصل بيه تمام يعني أنا عندي أنا هرسل إيه هرسل إشارة مثلا إشارة صوت وهرسل من تليفون لتليفون المستقبل ده لازم يكون كده مش هيفع يستقبلها لي على مش هيستقبلها لي في إيه في نظام استقبال تلفزيوني مثلا يبقى بيعتمد على نوع إيه المستقبل بيعتمد على الإرسال تمام طيب وفي الاستقبال هي إيه اللي هيحصل أنا عندي في الاستقبال نفس الحكاية أنا عندي المستقبل دخلاله إشارة الإشارة دي الإشارة الكهربية هو هياخد إشارة كهربية هو أنت لما تيجي بيتكلم زميلك إنت بتسمع إشارة كهربية؟ لا طبعا إنت بتسمع إيه؟ إنت بتسمع صوت يبقى لازم الصوت بتاعك ده يحصل له عملية إيه؟ الصوت يحصل له عملية تحويل خلاص الإشارة كهربية ترجع لي بقى صوت تاني الإشارة كهربية ترجع لي إيه؟ ترجع صوت تاني تمام يبقى بالمختصر يبقى انا بعمل لها عملية كشف او فك شفرة يبقى انا عندي في الاستقبال لازم يكون تم عملية ايه تم عملية فك شفرة او كشف للاشارة مين بقى اللي هيقوم بالعملية دية اللي هيقوم بالعملية دية الايه لو انا الموضوع ده اتصال تليفوني يبقى بيتم في عملية الايه في عنصر السماعة هيتم في ايه اولاد في السماعة طيب لا ده انا بتفرج على تليفزيون دلوقت اللي هيحصل اه يبقى انا عندي فيه كاميرا هنا هوت هتقوم بالايه بالعملية دية تمام يبقى انا عندي دلوقت عرفنا يعني ايه المستقبل بعد كده عندي احنا قلنا خلاص ان انا عندي الايه السماعة هي اللي هتقوم بالعملية الايه التحويل او لو انا عندي بقى في شاشة عرض مثلا او كاميرا او الكلام ده كله بعد كده هنا هوت في سؤال هنا بيقول اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها اكمل الفراغات الاتية بما ايه يناسبها اول حاجة عندي المستقبل المرسل المعلومات بيقول هنا هوت يتم ارسال المعلومات بعد تحولها الى صورة او اشارة كهربية المعلومات بيتم ارسالها بعد تحولها الى صورة او اشارة كهربية مين في الثلاثة اولاد هنا هوت هو اللي هيقوم اللي هيتم اختياره يتم ركزه في السؤال يتم ارسال المعلومات عندنا نوت بعد تحولها الى صورة او اشارة كهربية طبعا المرسل لان احنا قلنا المرسل دوت هياخد المعلومة بعد ما حصل لها عملية تحويل ياخدها بعد ما حصل عملية ايه تحويل السؤال الثاني قد تكون صوت او صورة ويتم تحولها الى تغيرات كهربية كلمة تغيرات كهربية هي هي اشارة كهربية يبا قد تكون صوت او صورة يتم تحولها الى تغيرات ايه كهربية مين المعلومات ولا المستقبل طبعا المعلومات لان احنا عرفنا المعلومات وقلنا المعلومات هي ايه اما ان تكون صوت او تكون صورة او تكون بيانات اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها السؤال بعد كده المستقبل التعديل المعلومات يعني ايه تعديل التعديل يعني تحميل اشارة المعلومات على موجة حملة ذاتة تردد عالي يبقى انا عندي تعديل يبقى احمل اشارة المعلومات بتاعتي على موجة حملة ذاتة تردد ايه عالي خلاص لان احنا قلنا ان انا عندي الاشارة بتاعتي اللي هي اشارة الصوت اشارة الصوت دي اولاد احنا اتفقنا ان هي عليت التردد ولا منخفضت التردد من يقول برافو سا ما حد بيقول ان الصوت منخفض التردد طالما هوا منخفض التردد يبقى منخفض التردد انا لازم اقوم بعملية ايه تعديل يعني ايه تعديل يعني انا هجيب موجة موجة عالية التردد الموجة العالية التردد ديها هي اللي هتقوم بايه بنقلها للمكان الايه تاني بعد كده انواع نظم الاتصالات احنا اتفقنا ان انا عندي نظم الاتصالات مرسل ومستقبل وما بينهم وسط ايه وما بينهم وسط ناقل طيب هو نظام الاتصالات اتصال تليفوني بس لا طبعا احنا قلنا ان الاتصالات مش تليفون بس فيه كذا نظام اتصالات نتعرف عليهم اول حاجة الاتصال التليفوني ده اول حاجة اللي هو معنى الدرج بالنسبة لنا الاتصال التليفوني تاني حاجة الاتصالات التليغرافية اتصالات نقل السور بالتليغراف اتصالات الحاسبات والمعلومات اتصالات الاقمار الصناعية اتصالات الاقمار الايه الصناعية السؤال هنا يجي ايه يقول اذكوري انواع نظم الاتصالات اذكوري انواع نظم الاتصالات لو جيف اذكوري انواع نظم الاتصالات انا عندي نهوة هقول الخمس انظمة هقول الخمس ايه انظمة اللي هما اتصال بالتليفون اتصال بالتليغراف او انقل صورة بالتليغراف او اتصال الحاسبات والمعلومات او اتصالات الاكمار الصناعية طيب ده كده لو قال لي اسكوري انما لو قال اكمل هو بيجيب لي اتنين او تلاتة في اكمل مش بيجيب لي الخمسة في ايه في اكمل يعني المطلوب ان انت دلوقتي هتحفظ خمس انواع بتوع الانظمة علشان لو جالي اكمل او لو جي اسكوري طيب ممكن يجي لي سؤال يقول لي اسكوري انواع نظم الاتصالات مع شرح احدهما يبقى هو عايزك تقولهم بس وتشرح واحدة منهم احنا هنشرح دلوقتي ايه مثل اول حاجة عندنا الاتصالات التليفونية الاتصالات الايه التليفونية طبعا الاتصالات التليفونية ده من اوائل نظم الاتصالات واقدمها لان انا عندي كان الاتصالات اللي هو نظام التليغراف دوت خلاص كان في الاول بعد كده عملوا الايه الاتصالات التليفونية خلاص الاتصالات التليفونية هو عبارة عن ايه بنقول إن أنا عندي فكرة الاتصالات التليفونية اللي هي بتعتمد على زي ما إحنا قلنا بتحول الموجات الصوتية الصوت الصادر مني الصوت الصادر إيه من الشخص دو هتحوله لإيه هيتم تحويله إلى إشارة كهربية هيتم تحوله إلى إشارة كهربية طيب الإشارة الكهربية دي هتعبر عن الصوت من اللي بيستلم الإشارة أول حاجة أنا لما بتكلم في التليفون الصوت بتاعي بيأخذ بيجي فين بيجي في المايك الصوت بتاعي هيجي في الايه في المايك والمايك ده هو اللي دوره يقوم بعملية التحويل هيحول الصوت بتاعي إلى ايه هيحول الصوت بتاعي عن طريق المايك ده هيحوله إلى إشارة كهربية يبقى ده الاتصال الايه التليفوني طيب الإشارة دي هيتم ايه لازم يتم تكبيرها لازم يتم تكبيرها علشان تقوم يتم إيه إرسالها وعلشان لما يتم إرسالها يصل عملية الاستقبال لو أنا ما كبرتش الإشارة أنا عندي في الاستقبال مش هلاقي إشارة عندي إيه ظهرة تمام طيب يتم إيه استقبالها في الاستقبال من اللي هيقوم بقى بعملية الكشف أو التعديل أو التحويل زي ما بنقول اللي هيقوم بعملية الكشف عندي في الاستقبال السماعة يبقى أنا يا أولاد لازم أبقى فهمك ويت إن أنا عندي فيه نهوة عندي طرفين أنا لما بكلم الصوت بتاعي دخل فين دخل في المايك حول الصوت لإشارة كهربية حول الصوت لإيه لإشارة كهربية وتم عملية الإرسال يجي الطرف التاني الطرف التاني اللي هو المستقبل دخلت له الإشارة الكهربية أول ما دخلت الإشارة الكهربية قبلت مين قبلت السماعة قبلت السماعة السماعة خادت الإشارة الكهربية دات وحولتها إلى الصوت بتاعه حولتها إلى صوت طبعا الإشارة الكهربية دات خادت كل تفاصيل الصوت ما شالتش منه أي حال خادت كل تفاصيل الصوت عندي إذا الإشارة الكهربية بتحمل جميع تفاصيل الصوت بتحمل جميع تفاصيل الصوت وقلنا شرط أساسي علشان يتم الإرسال ويتم استقبالها لازم يكون فيه عملية إيه لازم يكون فيه عملية استقبال لازم يكون فيه عملية إيه استقبال طيب وخلاص قلنا بيتم تحول إيه إلى طيار كهربي يونيذر شفرة إيه مورس فيه كريت نقل السور بقى بالتلغراف بصوا أولاد إحنا عندنا علشان أنقل السور بالتلغراف بيتم إيه بيتم عندنا إن إحنا بنقول إن عندي فيه عالم اسمه سمويل مورس سمويل مورس دوة قال إيه قال إن إحنا هنقوم بعملية نقل الإشارة دي أنا عندي مثلا هبعد تلغراف لحد في مكان بعيد طبعا الموضوع ده كان زمين ما كانش دلوقتي أول ما هبعد التلغراف دوة هو بياخد الكلام اللي أنا كتبه الكلام اللي إحنا كتبينه دوة بياخده فيه شخص قاعد على التلغراف بيحول الحروف اللي مكتوبة ديت إلى إيه إلى إشارة من اللي عمل الإشارة دي اللي عمل الإشارة دي أو اللي ابتكرها هو سمويل إيه مورس علشان كده قالوا إن هي إشارة مورس علشان كده قالوا إن هي إيه إشارة مورس عند الحروف دي هتبدأت إيه يبدأ يحولها يجي بقى المستقبل من الناحية التانية يترجم الإشارة أو التكات أو الخبطات اللي وصلته دي يرجعها عنده لنفس إيه الحروف يبقى المستقبل بيترجم الحروف دي الإشارة خلاص المورسل بيترجم الحروف دي الإشارة المستقبل ياخد العشارة اللي جيتله يرجعها تاني لأيه لحروف علشان تعبر عن الرسالة نصية اللي هيتم ارسالة علشان يحولها للرسالة النصية هيتم ايه ارسالة تمام انا عندي نهوة هبعت ده ان انا هبعت صورة بايه ارسال صورة لمستاند طيب ان لو انا عندي نهوة تلغراف بقى بالنسبة للايه للصور هيتم ازاي انا عندي لو انا هبعت صورة طبعا الصورة غير الكلام بالنسبة للجزء الخاص ان هو هيقوم بعملية مسح للصورة لو انا عندي نهوة دي مثلا صورة ايه اللي هيحصل انا عندي نهوة فيه شعاع هيسقط هيقوم بعملية مسح للصورة دي زي بالظبط ما بنشوف فيه مكانة التصوير احنا بنحط الورقة على مكانة التصوير بنلاقي ان فيه ضوء سقط على الورقة الضوء ده عمل ايه عمل مسح مش مسح ان هو مسحة لا مسح يعني يعتبر ان هو ابتدأ صحب كل التفاصيل خدها بالنسبة له خد منها نسخة يبقى ده هو عملية الايه هو ده عملية الايه المسح ده عملية المسح بالنسبة للمستند هو اصلا المستند دوت هو اتشاف على اساس ايه اتشاف على اساس ان هو نقط متجورة نقط كده متجورة جنب بعض الصورة اللي بالنسبة له دي هي عبارة عن نقط متجورة ايه جنب بعض النقاط المتجورة دي بتختلف درجتها ما بين الأبيض والإيه والأسود ما بين الأبيض والإيه والأسود بعد كده هو بعد ما خد عمل لها عملية مسح بيعمل تجميع للإيه يبدأ بقى يعمل تجميع للشواع دوت عن طريق عن طريق إيه أولاد عن طريق عدسات هيجمعه عن طريق إيه عدسات تمام بعد كده هيتم اسقاط الضوء ده مرة تانية بس على سطح إيه على سطح خلية كهروضوئية يبقى بداية حصل مسح يعتبر المسح ده أكن هو شاف كل محتوىات الصورة أو خد منها نصق بعد كده الإشارة اللي سقطت وخدت نصقه دي من اللي هيبتدي ياخدها هتم تجمعها عن طريق إيه هتم تجمعها عن طريق عدسات خاصة هتم تجمعها عن طريق عدسات خاصة العدسات دي أخدت الإيه أخدت الإشارة دي وبدأت تم إسقطها على خلية كهروضوئية تم إسقطها على خلية إيه خلية كهروضوئية وهنحصل على إشارة تم تم إسقطها هنحصل على إشارة إيه هنحصل على إشارة كهربية الإشارة الكهربية دي هتمثل المعلومات المرسومة أو المكتوبة خلاص بعد كده هنلاقيها أن هي تم إيه بعد كده في الاستقبال بقى هتوصل وتم تاني عملية إيه الكشف علشان تبدأت تشوفها إيه تشوفها بنفس صورة المستنى هنشوفها بنفس صورة الإيه إيه المستند تمام وبقى أنا عندي تسلط الإيه الدق بعد كده خلاص تمت كل ده الدق بقى يرجع تاني تسلط على ورقة عشان تظهر نفس الحكاية في إيه في ورقة أنت الصورة أصلا كانت عندك في ورقة تمام حاجة شبيه يعتبر زي الفاكس كده هو خد خلاص منها نسخة النسخة دي هتت إيه اتخذت عن طريق شعاع العدسة جمعتها تده يحصل لها إيه بعد كده أسقطناها تاني على خلية ضوئية العدسة أسقطت على خلية إيه ضوئية تيجي بعد كده هوت الإشارة دي هيتم إنه هوت إسقطها على الورق مرة تانية الورق دوت مش أي ورق طبعا لا ده ورق حساس أساس للضوء خد التفاصيل اللي جوه الضوء دي ويخدها على الإيه على الورق تمام يبقى عاكر إنه عملية مسحة جديدة أو إسقطت جديدة للاإيه للمستند عندنا بعد كده اتصالات الحاسبات والمعلومات اتصالات الحاسبات والإيه المعلومات بنقول إن إحنا عندنا حصل تطوير كبير جدا في أنزمة الاتصالات إزاي حصل التطوير في أنزمة الاتصالات إن إحنا قلنا إن إحنا عندنا الأول الأول يا ولاد كانوا بيقوم بعملية إن إشارة الإشارة بتاعتنا بتحول الإشارة إيه كهربية الإشارة التماسلية كانت بتتحول لإشارة إيه كهربية طيب أنا عندي دلوقتي لازم كمان أحول الإشارة التماسلية دي أنا عايزها إشارة رقمية ليه عايزها إشارة رقمية؟ علشان جهاز الكمبيوتر يقدر يفهم ما أنا هدخل دلوقتي هدخلها على الكمبيوتر لان احنا عارفين ان انا لما بكتب حاجة على الكمبيوتر كل حرف انت بتكتبه هو بيترجم داخل جهاز الحاسب الى رقم معين كل الرقم ده عبارة عن ايه عبارة عن سفر يا واحد عبارة عن سفر او ايه او واحد يبقى هنا عندي تم تحويل اشارة التماثلية هتبتدت تحول لاشارة ايه رقمية تمام بعد كده لشان يبدأ الجهاز يتعامل معاها التطور دوت كان لي بجموعة من المميزات بتاعة الاشارات الرقمية طيب الفرق بقى بين الاشارة عندي العادية اللي مشيت في الاسلاك والفرق ما بينها وما بين الاشارة الرقمية طبعا الاشارة الرقمية ما بتتأثرش بالايه بالدوضاء لا تتأثر كثيرا بالدوضاء وايه كمان بتقاوم تأثير بعض انواع التشويل الاشارة الرقمية بتقاوم تأثير بعض انواع التشويل ايه ده يعني كده هي الاشارة الرقمية كلها مميزات ولا فيها عيوب لا فيها بعض العيوب ايه هي ان انا عندي الاشارة الرقمية دي ممكن التلصص عليها ممكن التلصص ايه عليها او بمعنى صح ممكن اختراقها ممكن ايه اختراقها زي ما بنقول دايما سمعنا مثلا ان النت حصل في حاجة ويتم مثلا معرفة بيانات معينة وحد دخل على موقع معين واخد منه معلومات مهمة او حد دخل على مكان معين في النت او في جهاز الكمبيوتر واخد منه ايه معلومات مهمة يبقى انا عندي اه هي الاشارة الرقمية لها مميزات لها ايه مميزات ان هي ما فيهاش تشويه او التشويه بتاعها يكاد لا يذكر لكن سهل التلصص عليها غير لما تكون الاشارة دي اشارة سلكية غير لما تكون اشارة ايه سلكية الاشارة السلكية بقى عكس الاشارة ايه الاشارة اللاسلكية انا عندي بالنسبة لي انا هوت الاشارة اللي في السلكة صعب ان انا اتلصص ايه عليها بس بيكون فيها بعض انواع التشويه او بعض انواع الدوضاء والضوضاء دي بتكون من ايه حد فاكر احنا قلنا الاشارة اللي بتمر في الاسلاك فيها ضوضاء من ايه ها نتيجة حركة الالكترونات نتيجة حركة الالكترونات داخل الاسلاك حتى لو الاسلاك دي الياف ضوئية حتى لو الاسلاك دي الياف ايه ضوئية لان احنا عارفين ان الاسلاك الالياف الضوئية دي اسلاك ايه اسلاك غالية السمن وليها مميزات كتيرة جدا عن باقي الاسلاك تمام بعد كده أنا عندي التطور اللي حصل في أنظمة الحاسبات ده أدى إلى إيه طبعا تطور الحاسبات دوت أدى إلى أني حصل في نسبة معلومات كتيرة جدا ورهيبة جدا متجمعة في نسبة هائلة من البيانات والمعلومات نسبة البيانات والمعلومات دي تم تجمعها وهنبدأ نعمل لها عملية إيه عملية التبادل لأن أنا عندي هنا هو دلوقتي أنا أقدر عن طريق الحاسب أن أنا أشوف أي بيانات وإيه؟ أي بيانات ومعلومات في أي مكان في الدنيا في أي مكان إيه؟ في الدنيا هنا هو نتيجة الحاسبات حصل تراكم رهيب في كامل بيانات والمعلومات هذه المعلومات هيتم إيه؟ هيتم تبادلها هيتم تبادلها لأن هي عبارة عن كمياتها إيه؟ طبعاً والبيانات والمعلومات دي هي اللي بتفيدنا دلوقتي في كل إيه؟ كل حاجة هتلاقي عندك الدراسة اونلاين مثلا او ان انا عندي عايزة كتاب ابحث عن حاجة معين مش لازم اكون مستنيه شخص معين هو اللي بعتلي الكتاب لا انا لو كتبت اسم الموضوع انا هلاقي مئة الف كتاب ممكن استفيد ايه منه هو ده تبادل البيانات والمعلومات هو ده تبادل البيانات والايه والمعلومات تمام طيب قبل ما نقول الاقمار الصناعية حد يعرف يا ولاد احنا كده قلنا عندنا بالنسبة للحاسبات ده نظام من انظمة الايه نظام من انظمة الايه الاتصالات يبقى احنا قلنا نقول تاني قبل ما نوصل للاقمار الصناعية ايه هي انظمة الاتصالات الاتصال بالايه اتصالات التليفونية خلاص الاتصالات التليفونية وكمان الاتصالات بالايه التليغراف التليغراف دوت حاجة واحدة بس لا تلغراف ده حكتين اتصال تلغراف ان انا هو هعمل اشارة التلغراف ان انا هبعد مثلا هقول لحد الف مبروك مثلا كلام ده قلنا كان قبل كده دلوقتي ما خلاص التلغراف تقريبا منعدم ان انا هبعد لحد في محافظة تانية اقوله ايه الف مبروك انا بروح للراجل بتاع التلغراف في السنترال هقوله ايه ابعتلي الرسالة دي هيبدأ يقراها وهو هيبدأ يعمل ايه يعمل خبطات معينة على الجهاز بتاعه كل خبطة من دولة مثلا تيك 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 دي كده اشارة دي بالنسبة له ايه حرف او حاجة عندي ايه هو عارفها هيبدأ ايه يبعتها بعتها المستقبل عنده وصلته الاشارة دي هو يرجع الحروف دي يرجعها عشان يكتب نفس الايه نفس الجملة خلاص يكتبها بنفس الايه الجملة ده التلغراف بس لا التلغراف كمان مش بس كلام مش بس ايه كلمات او جمل لا ده كمان انا اقدر عن طريق التلغراف ان انا انقل صورة ان انا انقل ايه صورة علشان انقل صورة بيتم ازاي هو التلغراف هيعتبر ان الصورة دي بالنسبة له هيعبار عن ايه عبارة عن نقاط متجورة ومتقربة النقاط دي مالها بتتفاوت فيه درجات اللون ما بين الابيض والاسود حتة مكتوبة او حتة مرسومة وحتة لا يبقى بتتفاوت في الدرجات بتاعتها ما بين الابيض والايه اولاد ما بين الابيض والاسود بعد كده ايه اللي هيحصل بيتم عملية مسح للايه للورقة دي او الصورة دي المسح ده يعني اتمسحت لا يبقى هنا هوت ما كانتش يتمسعد ده هو معنى مسح ان هو عمل لها عملية التقاط هنعتبرها عملية التقاط الالتقاط دي مالها الالتقاط دوت خدته وبعد كده بدأت عن طريق الاشعة الضوئية بدأت عدسة تجمع الاشعة دي العدسة بدأت تجمع الايه الاشعة بعد ما بدأت تجمع هتبدأ تعمل لها عملية اسقاط على على خلية ايه على خلية ايه كهر ضوئية تمام بعد كده قلنا اتصال الحاسبات والمعلومات ده التطور اللي حاصل فيه أنظمة الإيه؟ أنظمة الاتصالات وعندي الاتصال بتاع الحاسبات والمعلومات ده بدأ يعمل لي كم هائل من البيانات والمعلومات وده استفدنا بيه كلنا استفدنا بيه ازاي؟ استفدنا بيه كلنا على ان احنا ابتدينا نتبادل معلومات نقرأ كتب نشوف حاجات ايه موجودة في كل العالم بعد كده اخر جزئية الأقمار الصناعية الأقمار الصناعية فيها برضو يا جماعة هوائي ارسال وهوائي استقبال أقمار الصناعية لازم تحتوع لهوائي ارسال وهوائي استقبال ازاي؟ أنا عندي الأول هي الإشارة رايحها للقمر الإشارة تم إرسالها راحت الإيه؟ راحت الأمر الأمر استقبلها استقبلها بعد عملية الاستقبال بالأمر الصناعي لازم علشان يرجعها لي تاني يبقى فيه عملية إيه؟ إرسالي يبقى الأمر استقبل هيبعتها في الإرسال اللي عنده برضو علشان توصل ايه؟ توصل لنا تمام كده وبنقول عندي بيرتفع الامر دوت عن سطح الارض خلاص بحوالي قدي 36 ألف كيلو متر يبقى بيرتفع الامر الستنوع حوالي 36 ألف كيلو متر وبتدور عليها 24 ساعة حول الارض بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة وعرفنا عن اتصالات ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن المرشحات ونعرف انواعها بشكركم وقتنا خلص معاكم بسرعة شكرا لكم والى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته